هذه كانت واحد الورشة جد مهمة كان فيها طبعاً أعضاء ديال تمويل دولي أعضاء من القطع الخاص لتكلم فيها على الكربون وعلى المسائل اللي هي جد مهمة في تمويل تمويل المناخي وتمويل التنمية تنمية ديالبلدان خصوصاً بلد الجنوب فهذه كانت مناسبة باش نبينوا المكان ديال المغرب في هذه المسألة ديال تمويل التنمية تنمية اللي بغيناها تكون مستدامة وطبعاً أعطينا بعض الأمثلة ديالتعريف ديالتنمية المستدامة فيما يخص المغرب اللي كانت إن شاء الله تكون قدوة ديال الدول ديالجنوب خصوصا أنه واحد نقطة اللي شرط لها وأنه المغرب عنده واحد المكان جيد مهم فيما يخص الاستثمارات ولكن أكثر من ذلك عنده واحد المكان جيد مهم فيما يخص الثقة ونعطيه واحد الرؤية متبصرة على المدى الطويل للمستثمرين باش يسمولوا معنا التلمين المستدامة دينا والانتقال التار مالتراتينا استماراتيücktه عمليات المزيدة والاردين اشترك المستدامة المستدامة ولكن مستقبل مستقبل المزيدة ليستقبل مستقبل ممتازل على حيات المستدامة لن تحضر الأمكتبات على المتابعة، على التجارة نتحدث كتابة عن التجارة التجارة ولكن نحن لا نقوم بالمقاطع المتابعة إذا فقرنا نقول في ماركو ما يكون هذا الجهاز يجب أن يكون المستقبل فإنهجت القطة وإنهجت أن يكون لدينا تجارة والتعامل